الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لاهم الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر قامت بجهود ومساعي حثيثة للحيلوليتي دون امتداد نطاق المواجهة وأكد الرئيس السيسي أهمية البناء على التهدئة الحالية ومناء أي محاولة لتوتر الأوضاع بالضفة الغربية أو قطاع غزة مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع كما أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود من جانبه عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التي قامت بها مصر أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره لمصر وتغديره لجهودها الدؤوبة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وقال منصور خلال الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولية لبحث الأوضاع بالقطاع قال إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى الحماية وأضف منصور أن هناك حاجة إلى تشكيل أفاق سياسي جماعي يمكن أن يبعد الشعب الفلسطيني عن الواقع الحالي ويخرجه من هذا المأذق مشيرا إلى ضرورة عدم انتظار حرب مقبلة أعربت الصين عن تقديرها للجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وطلب المتحدث باسم الخارجية الصينية باتباع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتجنب تصعيد التوتر مرة أخرى مؤكدا أن السبب الأساسي للصراعات المتكررة هو غياب تطبيق حل الدولتين وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية أن بيكين تدعو إلى مؤتمر سلام دولي أكثر مصداقية وتأثيرا على نطاق أوسع من أجل العمل على حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية بدأ الجيش التايواني منورات بالذخيرة الحية لسلاح المدفعية في محاكاة لصد هجوم عن الجزيرة وأكد المتحدث باسم الجيش التايواني أن المناورات بدأت في مقاطعة بينج تونج الجنوبية بإطلاق قنابل مضيئة وقضائف مدفعية يأتي ذلك في إدراء الصين لمناورات بحرية وجوية مشتركة شمال وجنوب غربي وشرق تايوان وقالت بيكين أن تركيزها ينصب على اختبار قدرات النظام على الضربات البرية والهجوم البحرية حذر الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي من خطر حدوث كارثة نووية بعد القصف الذي تعرض له الأسبوع الماضي محطة زابروجيا النووية الأكبر في أوروبا وقال زيلينيسكي أن العالم يجب أن لا ينسى ما حدث في تيرنوبل مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات حول قصف هذه المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مارس الماضي أعلنت الأمم المتحدة أن توفير المساعدات الإنسانية لأوكرانيا بين مارس ونهاية العام الحالي بات يتطلب دعما ماليا يقدر بأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وقال ستيفان دوجريكا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الاحتياجات المالية تضاعفت نظرا للوضع الصعب في أوكرانيا وشدد دوجريكا على أن أكثر من ربع الشعب الأوكراني سيكونون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في الأشهر المقبلة بزيادة تقدر بنحو مليوني شخص مقارنة بشهر إبريل الماضي وإلى أخبار الرياضة وتحديدا الدور الممتاز حيث يستضيف الزمالك اليوم فريق مصر المقصة في الجولة الثلاثين كما يحل بيرمتز ضيفا على غزل المحلة بينما يلتقي البنك الأهل مع فاركو وفي الجولة الثلاثين من الدور الممتاز تعادل طلاء الجيش مع ضيفه أسترون كامبني بهدف لمثله بهذا التعادل رفع طلائع الجيش رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخابس بينما رفع أسترون كامبني رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابس عشر ومن أخبار الرياضة نكون قد وصلنا إلى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر